بعد مرات شي حاجة وهي بني الدينة ما عرفنا ش قيمتها وبراثتها كنضيعها من بعد الفقدان ديالذيك الحاجة للأسف تيكون أمال قليل أنك تقدري تدركيها وترجعيها في غالب الأحيان تلقاوا بلي أنه طرف الآخر هو اللي تيخون أو لكي تتخلى على صاحبة الحكاية لكن في حلقتنا الليلة العكس تماما وإذا كنتوا قد تسمعوا في حياتكم بالكارما هي اللي غادي نشوفوا المعنى ديلها اليوم ما تنشوفين وبقوا معي في حكاية الليلة سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي كانت من أنكم تكونوا بخير و لخير و أموركم هاني وأحوالكم طيبة كيف كانت شوفوا أنا معكم في المباشر ولكن لأنني شوية مريضة وما قداش أنا يعطي مجهود قدام الكاميرا ففضلت أنكم تسمعوا الصوت بدون صورة سلام أنا كان سجلكم من هنا فكانت من أنكم تعذروني ولكن لديكي هم في هذا البرنامج أو في هذا الحكاية أو في هذا القناة هو الصوت و ليس الصورة هو العبرة و ليس الحكاية فاخلي ما نتعطي لش عليكم أكثر ما تبخلوش عليها بالضغط على زر الإعجاب لما تكلفكم حتى شي مجهود لأن الوانيسة ديالكم ورغم الظروف ديالها كتبقى دائما معكم مخلطة فما تنشوفين نقول لكم بسم الله يلا لنبدأ أنا لبناء نحن بينات ثلاثة ساعة لبناء اللي عند وليدينا و أنا هي الكبيرة الأب ديالي دار كثر من الجهة دياله باش أنه يكبرنا كانت يخدم غرف الكريسة ديال الحوت اللي كتدوز في الدروبة والواليدة ديالي كانت كتتعاون معا بلعقادتي الخياط كان كل نهار ورزقه دازوا علينا أيام ما كناش كالقوح حتى ما ناكله الضررت أنه بابا باع البيكالة دياله وماما بعت الدهب دياله ولكننا عمرنا ما حسنا بالنقص نتاع أننا وصلنا لقيمات الفقر كان بابا دير أكثر من جهده ورغم أنه كبرنا وسط نقاشات دياله مع ماما كان مريض بالسكر ويطلع عليه الدم ويبرده في ماما كانت يضربها وعلى أبسط الحويش الماكلاجة اسمالحة تقرب عليها الطابلة بحل واحد النهار وحجارتنا الرجلها كان دايز وقال لماما السلام سمعوا بابا وأنا تصدر في ماما هي مسكينة ديما كانت تقول لنا أنا سابعة غير علاقة بلكم توما أما رأيكم مشيت في حالي وبما أننا سكنين في مكان مضيق بيت وكوزينة كنا كانت تضطروا باش أنا نخرجوا باش ما نحضرواش لديك العصاد دياله الماما وخايد الشي كانوا مهلين فينا وبابا تقيسي في عيني وما تقيسيش فينا حنا بثلاثة بحلقة عشنا وبحلقة كانت طفولة ديالنا قريته كبرز وكنت أول وحدة كيشري لها بابا الموتور ذاك الحي الكامل كنا عايشين بخير وراضين بدك الشي لقسم الله كنشوفه قدنا ومطا معينش في كتر قريت في العمومي وعمرني ما سقط وحنا تنكبرو وبابا كينقسمنه هذك الشي ديال العنف لمن جهتنا حناية ولا حتى من جهت ماما في السنكيم جالي سنتعرف على الولد الذي كان في نفس المستوى ولكن هو في قسم وأنا في قسم كان ما بناتنا حب بدون مصلحة لا هو عنده ولا حتى أنا عندي حب لي كان بريء وبدون مصلحة كيف كنت لكم كل شيء كان عارفنا باللي أننا كان بغوه بعضياتنا وكان أول واحد سيدخل لحياتي لدرجة أنه لم يكن عنده لبنات ويسألوه وماذا لبنات تعرفت عليك وماذا فعلا ندخلت معك في علاقة ولا تتبغيك اه لماذا حيث لبنا ديما تقول عليها معقدة وعمرها ستتعرف على شيء واحد بقيت مع احتر الباك وحنا مزيانين محتر مني وحتى أنا محتر معه كي يعاوني في ذلك الشيء اللي أنا نقص فيه وكنت كان عاونه حتى أنا سنشدوا الباك ديالنا وخصرت وكانت واحد المدرسة اللي ذوزت فيها متيحان تقبلت وهنا سيبدأ فيها تغيير اللي ما كنتش حاسة به أنا ذاك كنت أرجع بي الأيام ما كنتش انتبهت على هيتم والتي صفت لي ما بقيتش كان جاوبه كي يصوني لي وطيبكي ويقول لي لبنا هذا الشي اللي يكدري رغم يمسلكش ومعا كنت قلصة في الدار نتعديك المدرسة كانوا أعطينا للحق باش أنا نخرجو غير الويكند وغير الويكندات ما ننقدش نخرج فيهم إذا كنت قدرت شي خطأ تعقبوني بهم كانوا همسكين كلما أنا بقيت قلصة كانت يجيب لي أي حاجة أنا أحتاجتها في الماكلة في السقطة كانت يجيبها لي وخامة عندوش كان وقف معي المهم كانت تقول لي يعطني تي ساعة بعد مني سير في حالك ما تبقى تدوي معي وكانت تسبوه بالكلام الخيب ما عرفش أشنو طرالي يديك الساعة ويش تحلو لي العينين وبيتك نشوف شي حويج لي مكبر المهم أنا ما فهمت تحولت لدرجته هو غادي يحاول أنه ينتحر أه وصنات لي ماما قلت لي الله يعطي كسترة بنتي لبناء الله يرحم ليك الوالدين إذا ما بغيتيش ما تعدبيش بحلاكة وأنا تقول لها لا خالتي أنا بغية هيتم أنا ذيك اللحظة ما كنش أصلا عارفها راسي شونو بغيت شديت الباكع لها 17 سنة ويجب أن يترى هذا الشي ويجب أن ينتحر من مرحادي ثلاثة المحاولة حتى أنه ينتحر سوف يمشي لديهم حتى لدارهم رحبوا بي وكبروا بي لا هو لا أخواته قلتوا معي ومعك أنوا يلا تحولوا الدرج الجديدة لهم قالوا يا لبناء لكي نريد دارنا فعلا هيتم وراني هابيتي 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 هالصالون كلهم كانوا فرحانين بي حتى أحدث من ذلك ما يمكنك أن تقيقني وعود ثاني من الآن ما نتصلحنا وفهمنا سوف نعود ونرأي ونفعله نفس الحالة وهو ترصون لي ويبكي وانا تنقطع له سوفتني في المساجات وكان بروكي ويعود لي بني مرة أخرى تقوني إذا قلت لكم 50-80 مرة ولمكالمات ومساجات وأنا ما أعطيهش قيمة وما كان جاوبوش من مورها تعرفت على واحد شخص معاية ما في المدرسة لي ما كنتش معاها حتى ثلاث شهور هاد هايتام غادي يدخل الإنستاقرام ديالي ولقاني تندوي معاها صفتي حسبي الله ونعمل وكيل فيك وأنا بغيتك ولكن تي ابنت الناس ما استقتيش ورغم ذاك شي ما كنتش كان جاوبو ذاك لي تعرفت عليه ثلاث شهور تفرقت معاها لأنه ما كنتش كان متفاهمو من مورها ما بقيتش عرف الشي واحد آخر وهايتام تقطعات مبيناتنا الهضرة وما بقىش كي صفت ليه ولا حتى أنا كنت كان صفت ليه بقيت بوحدة في ذيك البلاسة تانخرج الويكند تمشي لدارنا وما بقيت كانت تعرف على حتى شي واحد نهائيا دوز ثلاث سنين ديال القرية وستارج من بعد غادي نتخرج وغادي ندوز العام اللول والعام الثاني في الخدمة في العام الثالث كنت خارجة غدا للسينما أنا أختي وكان فيلم أنا ذاك يلا خرج في سينما وكان عندي من المتابعين ديالي وحد الشاب اللي حتى هو كانت تقرأ في ذيك المدرسة من عش تخرج ولكن عمرو ما هدر معايا واخرى عندي شي عامين قبل غدا يصفت ليه ويقول ليه وش هذا الفيلم كي استحق قلت لي اه كي استحق باش أنك تفرج فيه جبذ معي رادرة واش انتي كنتي كنتي تقرأ معايا واش من برومبو فاش كنتي قلت لي أنا ما كان عارفك ش صراحة مقينة كان دوي وكانت تعارفو وهذا الشخص سبحان الله ما كملش معه حتى يومين تبدأ كي حكي ليه على العائلة دياله باللي أنه باه تخلى عليهم وباللي هم أربعة ديال الدراري وبدأ كي يصفت لي تصاور انت عمه واخه يمنقبه وبدأ يصفت لي تصاور ديال خوته الدراري بديت كنقول واه قاعد سيدني يلا هازا ما بدينا كنت تعارفو بدأ كي يعرفني على العائلة دياله ارتحيت ليه بالسف وبقينة أنا فضرو وبدأ بحيلتي المحلية مثلا هو كانت يعرف يصور مزيان قلت لي ركا مصور مزيان محترف والله تصلح لعراسات قلت لي أنا غير بالضحك ايه نصور لك في عرسك قلت لي ايه ما كرهتش ان شاء الله ايه خاصنا نقلبه على شي مصور ودخل لي صورنا بزوج قلت لي ما فهمتش انا فهمتو ولكن ما مشيتش مع الفكرة دياله عالما أنه شحال من مرة لمحليه بنفس الطرق وما كنش كنكمل معه في كلامه تبقتي يقول لي يا هانتي غادي تربيع وثاني قبل ما نكمل هدراء المهم حسين حتى دخلنا في علاقة وقلت لي كان خرجو وكانت لقاو عاود لدارهم عليا وبدك يسولني واش دبوت مع دارنا عليه تنقول لي ما زال من مرة دبوت مع دارنا لأنه قلت لي بللي أنه صافي نوير معقول في الأول صراحة الماما ما كانتش قابلة وكان عندها إحساس بللي أنه شي حاجة مش يحتل هي كانت كتقول لي يا بنتي لوبنا هيتم حسن منه وبالزاف ذاك اللي بغاك حسن منه بألف درجة لا في التصرفات ولا في كل شي تخيلوا هالشخص الثاني عامين وانا معاه جاب لي هادية وحدة اللي هي وحد الانصاب لذي خسرت لي حجر سواقية أنا صراحة غيرتا نحطكم في الصورة أما أنا الحمد لله بخدمتي ومحبت أجلاش ولكن غير النوع دي لهذه اللي هداني عاكس هيتم كنت غير كنقول لي الحاجة والمشكل أنه ما عندوش وكان مهظفية غير ذاك اللي كان كيسفت لي خوه من على برة والتي يعطيه أخواته عاكس هذا اللي موظف معايا وما كانش كيتفكرني وأنا صراحة ما كنتش كنتظر منه لأنني كنت عارفة باللي أنه تصرف على دارهم الفيندرهم ديال الكرة ومصروف كنت فاهمه وما كنتش منتظر منه حتى شيء المهم ماما ما كانش مرتاحة لهذا الشيء غادي مقامها حتى النهار اللي غادي يجيني أنني خاصني تحول من مدينتي وخدمتي اللي صفتتني واللي احنا فيها بزوج غادي يقول لي غادي تمشي لواحد المدينة فقط للمدة ستشهر وغادي ترجعي من بعد أنا وافقت ما دم هدي خدمة وهم اللي مكلفين بك فأنا ما عندي ما ندير وافقت ومشيت دوز خمس شهور وبدوتي يقول لنا بللي أن والناس اللي جاء أولاد المدينة غادي يبقوا فيها قلت لي فلان راكينا دركت دور بللي أنا غادي يبقى هنا قال لي يلا ما يمكنش تدري قال لي يلا ما يمكنش خاص كالي لبنا ضروري تدري شي حل باش أنا كترجعي ربي شاهده لي بللي أنا وما خليت مادرز باش نرجع ولكن ما كتبهاش لي قال سمان بلا إذا كانوا معي البنات هنا كانت تنقول لهم يا ربي تحرم علي رزق من هاد المدينة حيث بغيت نرجع حدا دارنا وبغيت نرجع لذيك السيد بغينا نزوجه وهو ما بقابلش أنه نكون أنا في مدينة وهو في مدينة وهو ما كينش احتمال أنه نمشي لمدينته وما كينش احتمال باش أنه يجي لعندي فبقينا بحال هكاك مشا قال للمو راه لوبنا غا تبقى في البلاصة الفنانية ورا هي ما قبلتش قلت لي حاولت قنعها بقينا شي أسبوع ويحنا تحت الضغط وقال لي يا غايدوي مع خالته باش أنا تدوي مع أمو وفعلا خالته قالت لأمو مرة بخين بعضياتهم ما تحرمعهم شاف لنا أنهم يتجمعوا فهي تقبل أنا كيف أتلكم ما خليت معا من هدرت باش أنا لنرجع في حالي من ذاك المدينة ولكن وعلوا ما كانش النتيرة وأصلا هاد الهدرة كانت غير كالدور أنا أصلا ما زال ما سنيت حتى الوراق هاد الهدرة سمعتها في شهر 7 قبل أمو وشهر 8 وعندنا الدار لم يكن هو جاءت أمو وخالته جدا رحبنا بهم كبرنا بهم تكبير وفرحنا بهم وما خلينا ندرنا جاءوا وقلصوا بلنا سنها للمدينة اللي جيت لها وهم بدوا يقولوا لي إن شاء الله توقع شي حاجة وترجع في حالك والله سهل عليكم هذه اللحظة فشجوهما بدأت شكا تصب بوحد درجة اللي كانت كبيرة والعجاج أمو ستقول تبارك الله هذا الخير قام ما كان حتى دخلنا قلت لها خير أخالتي قلت لأمو يوعد شيء يتمر اللي بنمني ديك رح ستكون عروس تكزعم ما جاوبتها وضعت رأسها بحايلة ما سمعتها أنا تنشوف وتنسكت ماما نزلت لتحت وبقيت أمو قلت لأمو عرتي والدي يا الله ستصبري معاه قلت لأخالتي راني دوية أنا وياه وسأبدو منزره وانا قابلة بكل شيء وعرف ما عندي وسأترفع لك كراء وانا قابلة بها شيء وكل بقينا قلتنا ندخل بابا دار النقاب ديال لهم قالوا لها بغينا بنت كلو وبينا قال لهم بابا هذي بنتنا ودابا أعطانا أهليكم أولات بنتكم من بعد سمانة ما جاء خرجت أنا وولدهم ولكن قبل ما نخرج نوياه بدنا نحضر على المصروف قلت لأ نتعاون نوياك أفلان أنت تشريح وانا نشريح أنت تفرج هذا وانا هذا ولكن لكي تفرج علي مبلغ شهري ربما نرضاه على رأسي كاميرا تزم كل شهر بمبلغ محدد إلا سمح لي ولكن لا يمكن شغلها قلت قلت لأ نحضر على الموضوع البارح قلت أنا شدة فترتي قلت لأول مرة تلاقينا لماذا أول مرة قلت قلت تلاقينا من أن لا أعطي قلت قلت لأ ولكن لا سنزيد بحلاك ونضم القرعة هذا ما يقول أن قلت 2000 و3000 و ستخلص 6000 قلت 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 و ل هذا ما قلت 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 تعال مرة خari قلت مع قلت อก اك لم قلت تم مبار قلت وا سأضع أحد المبلغ معك في عام ونصرف على وليديا لأنهم لا يحتاجونني وعلي ما حال سأعطي الوالديك؟ ودخل معي فقدت الحترام وقلت له ما سأعطيه لهم هذا عام ونصف كاملها التي كنت أعرفه فيها كانت يعود لي على عائلته وكانت أجبدا معي المواضيع أنت هو أحد أخوه الذي كان يخطب في أحد البنت وقلت له بأنه لا سأصرف معك سأخبره من الدوار الزمان وتفرق معها لأنه لم يدخل من الأول معها ابن يزوينا فهو يدلقى سأخوه تبقى على العلاقة لنا ورغم أن أخوه كان يريد أن يتفرق عليها فإذا كانت تلاقينا وقدرنا على هذا الشيء وتنازلت وقبلت وقلت له ما سأعطي الوالدي وما سأبقى لي درسوا بي أنه سافي وخا وتفرقنا وهو ليس في حاله وأنا رجعت لدارنا وقلت له كيف وصلت له قليلا يقول لي انني فعلت له سأخبرك سأخبرك فهد عامين عمره سأخبرك ولكن هذا المرة أخبره كانت ساعتين وعندما قمت بصفت لي أن أذهب إلى تقدر عشا ونجده معك لم تكن في بالي باتاتة من الغداء التي كانت موجودة لي كنت بحيلة فرحانة ويقول لي شيء ما يزوينا جادوا معي قال لي اسمع لونة أريد أن تخرج من الخدمة كيف؟ ماذا تضحك معي؟ لا أريد أن تخرج من الخدمة ولكن أنت من عرفتني أنت عرفتني خدامة أه؟ عرفتك خدامة ولكن هذا لم نقبل أن تكون في مدينة خدامة مع الرجال لا أعرف كيف سوف يرون فيها ولكن هذا الشيء رك وافقتي عليه في الأول وخلتني قلتها الوالدية وشافوك وجبتي أهلك ولكن هذا لم تكن قبلت به هذا الشيء أنت عارف كذيرا خدمتي ورني سانية كونترا فيها الحبس بالصحة وكان عارف هذا الشيء لا أريد أن أخرج أريد أن أخرج أريد أن أرغبتني شهرين وفي الكثير من الإجراءات ولا أريد أن تقبل لي هذا الشيء وقلت له هذا الشيء أنا الكبيرة عند وليدي بابا مريض أمي مريضة وكانت أخي وقرأ رأينا لكا سياهم وكي ترجو فيها فلا نستطيع قالوا اسمعها لأبناء رزق الله سأعون وليديك لأن أعطي الله أه وماذا تضع ثلاثة درهم تضعها في القرعة و ألفين درهم و ألف درهم و ألف درهم وماذا تريد أن تعيش نينوياك أو تعطي منها لأمك أو تعطي منها لأوليدية ما تقول وغير فكر يا فلان الله يهديك أعيز معه الله يخليك عافك ما تخلينيش ما سأقول الواليدية واذا سأقول الناس الذين يدوث معهم و قلت لهم سأتزوج و بغيتكم ترجعوني إلى المدينتي حرم عليك ما تخلت شنودت معه كانت طلب فيه و كانت ترجاه قال لي أنت في الثلاثة الخدمة عليها قلت لي ما تضعني شفاة الموقف انت ملو و العرفتيني خدامة والحالة ما كتسمح لي سأتزوج من المشروع و القابل أما في الثلاثة لأنه لا يمكن كنت خسرت 3000 درهم للتوزيعات و ثلاثة كارتونتي في هذا الطابلوب بسميتنا و دكسينتين و الكيسان و شيء كام ما تعرفون ولكن السيد قاطع مع أخوه من المكالمة لأنه سيطلب منه ربما قبل الخدمة حيث بعد يمكن لكن كل نهار كنت ألقى أعذار و كل نهار كنت أطلب فيه اليوم غدا وهو أول لا يجاوبني جاز نزال و أقول كيف دائر قال لي لا بس كيف دائر أنت و داركم الحمد لله كل شيء بخير لا تنسوّل فيك من مراهقة و بدأت يجاوبني بوحدة طريقة التي كانت مستفزة تقول لي لماذا تقول لي حيتني من انستغرام لا أنا أصلا حيته ولكن كنت أدخل من الكنتو و أدخل كنت أدخل من الكنتو تقول لي كيف حيتني غير أنا أما بقي عندك أه حيتك لماذا سوقك أو كنت أدخل معي بطريقة خيبة كنت أدخل كنت أدخل سالينا كل شيء أه سالينا أعفز على كرمتي كثيرا من مراهقة و بدأت نسكوت و أرجع للور من ذلك الوقت لم يبقى أدخل معي و معي كنت أدخلني في واتساب و كنت أدخل في تسطوريات نتع الظلم و حسبي الله و نعمل وكين لم يكن أعرفوا كيف يمكنك أن أدخل المدينة وتفرق معي علاقة بالمصروف الذي كنت أدخل معه كرتون الأذرار التي كنت أقول لي هيتم و قلت أنا أن أقولها على هذا و الطريقة لتجعلت هيتم أدخلني بها هذا و الطريقة كيف هيتم طلبني أن أفق فيها نفسها كنت أقول له هذا كنت أقول لي فق باركة لم تطيع شيء لي بيناتنا السيناريوهات كلهم تم تسكيل و تأكد أن لأنه ربي خلصني في الدنيا وفرحانا هو بروكاني حتى المؤخرا في شهر هذي سيبروكاني انسيت ما قلت لكم بأنه ودارهم لم يستطعوا يخسروا حتى مكالمة فيها يهدروا مع عائلتي ويعتذروا أكيد ضرني خاطري وبكيت وكتائبت ولكن عشت حياتي وكملت بخير من بعد شهرين سأذهب مع هيتم لقيته باقي يجاوبني ويهدر معي وقال لي وقت ما تبغيني سيتلقيني وحنا أصدقاء وقلت فيه وقلت فيه باقي يعتبرني ذيك الإنسان اللي قلبي يزوين ولكن فعلا غير هو أنا ذاك ما عرفش عشي تغيرت بذيك الطريقة في ذيك الوقت وطمعت في محسن لقيته باقي يدوي معي ولكن بحيلة يقول لي أعمر شي حاجة ما غا تكون بيناتنا عاودت ليش نوترالية ولكن ماشي بتفاصيل مميلا مبقى شي سرول فيه مدة وشكيت بالله أنه عنده شي إنسان واحد أخرى في حياته واخا كنت طمعة أنه نرجعه من جديد ولكن ما كتابش ربي ما بغاش لي خذيت الجزاء ديالي وطلبت منه المسامحة وقال لي مسامحك والله يعودنا جميعي أنا اليوم في عمري 25 سنة ونحس برصيب بي خير وما محتاجش هذا الساعة شي إنسان في حياتي من غير إذا جاب لي الله الشخص متقى الله مرحبا والخير في مختارة مولانا 25 سنة كان شوف رصيب لي أنني ما زال بقى صخيرة الحمد لله كان قول اليوم أنني ما تنزلت لديك الشخص ثاني أما كنت أكيد سندم أربي بعد عليا حياتي ما عندي شمع الخير له ولا عائلته أنا عارفة بلي أنه هيتم عمرني ما غدي ألقى بحاله طيب وحنين الواحد درجة لي بزاف إجدا ما زال دابة بقى كتسول فيه لأنه كانت يصنر لها وكيسول عليها أنا ذاك أنا عارفة بلي أنني خسرت هذا الإنسان وكنني أرجع بي الزمان لور كنت قادي نشريه بدل قناطر نتعذب وما غير نغلط معه ونتخلى عليه لكن هذا كان نصيبي وهذا كان نصيبه تعلمت من الخطأ ديالي وهذه هي كانت حكايةيتي وهذه هي كانت حكاية لبناء يا سادة يا كرام لبناء كانت تقول لنا صحتي لبناء إذا أرقيته للي بغيكم وصدق معكم ومهتم بكم عمركم ما تشوفوش يجيها واحدة أخرى وما تخلوش عليه واخات شوفو اللي شفتو ما تخليو حتى شي حاجة أنها تخركم را كل شي دايز تقولوا في اللي تيبغيكم وبقوا معاه وبغيوه والله يعوضني ويعوض الجميع حكاية عجبتني بزاف لأنه المعنى الحقيقي انتع كيف ما تدين تدان هذا هو المعنى انتع الكارما كيف ما كتسمى عند الغرب أما في ديننا الإسلامي كيف قلت لكم كيف ما تدين وتدان الحاجة اللي عجبتني في هذه الحكاية الجزء الثاني ماشي انها فاش خلدك الإنسان ولكن فاش اختارت نفسها اختارت وليديها واختارت خدمتها حيث تلاقينا بزاف مع مدلولات كان اعتدر على هذا الكلام ولكن مدلولات ماشي معيار غير هي مرحلة يدوز من الإنسان من بعد كيف يقيق يستمر وليتي يختار شفنا بزاف ديال مدلولات اللي كيتخلوا على كل شي على قبل إنسان اللي كيعرفوا المصير دياله معاه بلانه يتعدى عليهم غيريشوا مع والديه غيريكرفصوها والديه ولكن كتختار كل شي وفي الأخير كتخرج خسرة لأنها مختارتش نفسها عجبتني لوبنا لأنها اختارت نفسها ورغم كل شي وردت بالقضاء والقدر وفهمت الدرس الأكبر أنه كيف مدت الواحد الإنسان ربي جاب لها ليدير لها نفس الطريقة وضقت من نفس الكاس ليدوقت منه شخصو حدخر ماشي مشكيل ربي غديعوضها عدية كانت حكايتنا الليلة كانت من لنا تكون لتإعجابكم دعوا معايا دمتم في رعاية الله وحفظين تلقوا بعد غضي شاء الله سلام سلام